موسيقى مشاهدين من جد وجد ومن سار على الدرب وصل وما اجمل هذا الدرب حين يتوج بالتفوق اهلا ومرحبا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا المتفوقون موسيقى اذا مشاهدين بسرني اليوم اني رحب وكون موجود بقامة التفوق وبنموذج من الطلاب المتفوقين اللي دائما احنا تعودنا نستضيفهم بحلقات برنامجنا واللي هني فعلا فخر لانا اينما كان وبنصرني رحب بالطالبة الاولى على سوريا بالتعليم الاساسي بالدرجة الكاملة طبعا 3200 من مدرسة الشهيد وسيم جاموس من تربية دمشق الطالبة لينا ابراهيم سقر اهلا وسهلا فيك لينا والف مبروك هذا التفوق والتميز اهلا فيك الله بارك فيك شكرا مبسوطة اليوم صح؟ اكيد ونحن مبسوطين انك معنا ببرنامج المتفوقون مشاهدين ايضا بصرني اني رحب بضيفتنا الاستاذة نعمة سويدان هي والدة الطالبة لينا اهلا وسهلا فيك سيدة نعمة والف مبروك هذا التميز وانت الشريك الحقيقي فعلا بهذا التفوق والنجاح اهلا وسهلا فيك استاذ الله يبارك فيك لينا الذكريات الحلوة هي دائما بتحفزنا لنقدم احلى معنا وخاصة اذا كانت مرتبطة بمسير التحصيل دراسة اه تفوقك هو زكرة جميلة بدأت من لحظة تلقي الخبر اه حطينا بالاجواء مين اللي يخبرك مين كان فيه حواليك كيف كانت ردة الفعل لما اللي حواليك سمعوا انه انت الطالبة الاولى وانت شو عملت كمان هلا اول شي انا كنت متوقع هذا النجاح اهه وانا كنت عم اشتغلي عليه لحتى انه ميرحلي ابدا ولا اي جزء من العلامة دائما كان فيه انه من اهلي انه شوية تخوف انه كان اي جزء او هيك بس انا كان عندي سيكو كامل وهذا خوف طبيعي طبعا انه انا مرح يرحلي اي جزء لانه انا بعرف شو قعد بيه بعرف شو حالي تمام اول حدا خبرني هو ماما انه انا كنت بغرفتي وهنا كانوا بالصالون ومجتمع العالي طبعا ومن الصبح بكير ليش معنك معون ايه انا خايفة وتوترة شوي وتوترة نعم بعدين طلعت النتيجة انه جايبي على فيه كاملية مبروك والصغيرين لحظة حلوية لحظة حلوية تماما هوني كمان شعورك سيدي نعمة وانتي والدة طالبة متفوقة شو شعور الام لما ابناء بيكونوا فلن هنه مركز الاول وما نوشي يعني سهل هذا على مستوى سوريا هلأ صراحة شعور ما فيك توصفه بكلمات لانه صعب توصفه لانه شعور كتير حلو يعني كانت لحظة ولا اروام هيك يعني انا بذكر لما اتخرجت من الجامعة كنت كتير مبسوطة بس لما نشحد بنتي بالتاسع بالعلامة التامية كنت مبسوطة اكثر تمام دينوه انو حضرتك خريجت كلية الحقوق كلية الحقوق جامعة دمشق بس مع هيك ما كنت مبسوطة مثل اليوم مثل نشحد بنتي وكنت متوترة هي كانت واسقة من نفسها بس انا لا كنت متوترة بظل في خوف وهذا خوف طبيعي بكم ايه طبعا وقلق وتوتر من الجميع طبعا كنت معها بكل اللحظة من بداية السنة للامتحان رحت معا مطرطة جبتا يعني كان كل شي كنت انا وياها تمام طبعا وابوه اكيد بس يعني الام بتظل اقرب للبنت الاب بدي يشتغل في عاطفي هون بالموضوع هي كمان يعني تترك أثر على عاطفي طبعا طيب لينا قلتلي كنت واسقة انه رح جيبت للتلاف ومية ثقتك هاي كيف تبلورت كيف تبلورت شو اللي عززة اكتر رغم انه عام دراسي طويل بصير فيه مطبات احيانا خوف توتر بشعر سلبية كتير بصير حالينا نماظر ودرستنا وتعبنا يعني انا وصلت لمرحلة انه انا راح على الامتحان الكتاب اذا بدك كل ايه يعني ايه رقم الصفحة بزنف رقم الصفحة زاوية كلهم طبع بي زاكرتك يعني من كتر معدد فتع الامتحان انه انه انجد هاي الاسئلة كانت سهلة كانت بالنسبة لي ايه كانت يعني القصد انه انت شفتيا سهلة كتير كتير انا لأ شفتها سهلة انه ما كان بدك لها الشغل بس لما بترجع شوي ع حالك انه انه انت لو ما اشتغلت هيك ما كنت وصلت لها صح صح بس حتى ما حد يفهمنا غلطية بدا هيك شغل بدا كتير لحتى الواحد يوصل لهالشعور هذا وهالامان النفسي انه انا بالامتحان كل الاسئلة بعرفها مرتاحة نفسيا صحيح صحيح طيب المواد بطمع بنعرف فيه مواد علمية فيه مواد أدبية رغم انه انتي جبتي العلامة الكاملة بس انا متأكد كان فيه قلق ان تخسري اجزاء من بعض المواد شو هي المواد اللي كانت تعملك قلق أكثر الشي لينا العربي العربي اكيد بالتعبير بالموضوع بس بالموضوع انه هو مثلا بيعتمد يعني ما في حدا بيكتب موضوع هو بديو يحفظه بصم هو انشائي انشائي هو انت بدك تعبر عن الجواتك فانه هون كنت ضل خايفة منه بس كتبت تقريبا شيخ خمسين فتر يعني زدت بحيث انه المصحح ما يمل وبنفس الوقت ما يلاقي ولا نكشي اه حلو انت وجهت له رساري للمصحح لا يرتاح هو عم صححح يعني هو عم صححح هذا شي من الزكاة طبعا والتشكير يعني كل شي كان بطريقة انه مريح المصحح طيب معناه تحكي لي عن علاقتك مع مدرسة العربي لحتى وصلت له هاي الثقة وهذا التكنيك المتطور يعني ما حدا بيقدر يوصله ايه اذا كان فعلا يعني متأسس صح باللغة العربية هلا قنست العربي كان اسمها قنست مديحة علي كانت هي اول شي انه من بداية السنة كانت حتى امل فيني انه رح جيب التامة بالعربي وباقي المواد لانه انا كنت اشتغل معها بطريقة انه هو كان العربي بده يعني كان في اسئلة استنتاجية مو بس انه فهم او حفظ او بصم حفظوه فهم تماما صح ايه فانه كنا دائما نعبر بطريقة انه يطلع معي كتير بالتعبير مثلا باي الشي فهي كان انه انتبهت على هذا الشي وبلشت على هذا الشي يعني لاحظت في عندك موهبة بالادب وبالتعبير ايه بس ما هم تطلع يعني هي ساعة اثنين حتى تمام حلو كتير وانهي وجهيتك تماما هذا اللي فعلا بيوضح الاسر الايجابي للمعلم بالغرفة الصفية وتفاعله مع طلابه انما نفس السؤال بحب اسأله كتير لطلاب وخاصة متفوقين اليوم اكيد لحتى تكون الحصة الدرسية ناشة حالينا في واجبات على المدرس مثل انستك العربي مثلا وفي واجبات على الطالب انتي كطالبي اليوم كيف تنظري لهذه الواجبات المفروض يتقيد فيها كل طالب بمختلف مستوياته الفكرية مش انا عم بوجه سؤالي للطالب المتفوق من الضعيف وليحنا طارعين باختلاف مستويات الفرق فردية اولا اول شي دو غرفة الصفية لازم يكون فيه هدوء تام هذا كيف يتحقق برقيق هدوء لما بيكون الطالب بده ولما الاستاذ بده انه لازم يكون فيه هدوء مثلا بيشرح الاستاذ شيء الطالب مثلا ان كان ما بده ينتبه بيلفت انتباهه مثلا خلاص بيصير بيركز مع الاستاذ بيصير يفهم عليه انه مرة على مرة خلاص بيصير فيه هدوء بالقاعة تماما فيه تركيز فيه انتباط هذا الشيء بيساعد المدرس لحتى يعطي اقصى ما عنده بالصف تماما حتى انه وقت المدرس بيصير بده يعطي اكتر بيصير بده اهمه طلابه يعني بشكل عام تماما تماما طيب سيدي نعمة يعني بداية العام الدراسي لما بدأت لينا بالصف التاسع انت شو كان دوري كيف ساعتيا بدأتي معها خطوة بخطوة طبعا من بداية العام بالفصل الاول ولا كان فيه تجهيزات مسبقة ان كان على الصعيد النفسي ولا المادي ولا المعنوي حلا فيه تجهيزات بكل شيء حلا انا كنت معها من الروضة اذا بدك موم لما كانت بالروضة انا كنت معها خطوة بخطوة هو اللي علودة توفوق تراكمي طبعا هو نتاج سنين مو نتاج يوم وثنين ولا سنة طبعا هو نتاج سنين فأنا كنت معه من بداية حن لما كانت بالروضة لحتى صارت بالتاسع طبعا فيه تحضير لكل شيء بداية التاسع وحتى بعد الامتحام بشي عشرة أيام التامن طبعا بس خلط بشي عشرة أيام استراحة أو خمسة عشر يوم بعدين تبلش الدراسة فكان نحن تحضيرنا صراحة من وقتها يعني اللي بده يدرس يبلش من وقتها لفي حال ما درس بالصيف مفروض يبلش من بداية السنة طبعا فيه اجتهات كل درسه بدرسه طبعا فيه نقص مثلا ممكن إذا كان فيه نقص بده أستاذ يعوضه النقصهات بالبيت أو عند الأستاذ يعني لازم يكون فيه كل شيء كامل لينا كانت أول تجربة لإلك بصف التاسع أو الشهادة أول شهادة عندي وهو أول تجربة السمين فيه كمان أي طبعا كم أخ عندك يا لينا أخين لسا عند أخ وأخت بأي صف هلأ هني الصبي تاني والبنت تتسنين الساعة صغار ولكن قد تنظر على أن وجود تجربة تفوق في المنزل ممكن يكون هو داعم وبيأثر كمان بالأشقاء والأفراد التانين فأخوه اللي تاني من وقت ما هي نشحت وتفوقت صار عنده دافع كمان هو بيقول أنا أشطر أنا أنا بدي يصير شاطر هلأ بداية السنة حلوها يتحدي وأنه الواحد يربع على هاي الفكرة طبعا هلأ بداية السنة من هلأ ماما أنا بدي يروح لي ولا جزء أنا بدي أخذ كله تام مثل أختي فهي طبعا تجربة الولد الكبير هو تجربة ناشحة لأخواتهم مع التالينا نعطرك جهد كبير أنه الدرسي إخواتك وتوجهيهم كمان إضافة لأنه أنت كنت مسأل وقدوي بدك تساعدين ودرسيهم إن شاء الله لما بصيروا بالتاسع وبالباكالوريا المتما حكينا نحنا بالفصل الأول في خطة عمل بتنحط حابب نعرف لحنا خطة عمل كيف كانت بالفصل الأول وتسلسليا للامتحان النهائي وأنت تذكري أنه أنت اليوم الملهمة لكل الطلاب اللي عم يتابعوك بدون بجوز حدا يكون عم يتابع بدون يعمل مثل ما أنت اشتغلت بنفس الخطة هلأ أول شي كان في مواد بده متابعة بشكل يومي يعني هلأ أول شي بس أنه رياضيات كل يوم لازم تحلو خصوصا مسائل هندسي لأنه ما بتجي أنه تحفظها أو أي شي يعني بده يجي يكون أكتر من فكرة مزروعين بدراسك أنه خلص أنت رح تمشي عليهم لتعرف تحل المسألة معتا لازم كون مهارة الاستنتاج قوية بالرياضيات والهندسي تحديدها لازم يضل يحاول يتدرب لحتى يوصل لمرحلة أنه أنا قادر حل أي مسألة بالعلوم هذا بده كل يوم دراسة لأنه كتير دقيق يعني كلمة في غير على تختلف وبهذه الكلمات مفتاحية يعني المصاحح لما بيجي يحل لما بيشوف الكاتب مثلا هاي الكلمات بيعرف أنه هات طالب زكي هات طالب ما لازم يروح له فهماني الفكرة صح؟ تماما أنه موئية يعني فيه جمل توصلك لنفس العلامة بس ما بتأخذ الكاملة بيرح لك جزء تماما يعني بفهم لك أنه أنت اعتمدت على قاعدة أني أنا ما أربط دراستي بأي مادة تماما بالتوازي مع أعطاء بالمدرسة وإنما بشكل مستمر يعني خلال يوم بأخذوا من مدرسة وما بعد يعني نعم بالعطل الإسبوعية كيف كنت تتصرفي مثلا جمعة سبت عندك شو كنت تعملي كيف كنت تستثمرية؟ الدروس يلي من خلصها ضمن الإسبوع إعادة لما منوصل لشهر المراجعة مثلا كل إنه كل إسبوع في خطة إنه مثلا لازم خلص هاي المادة لازم خلص إذا ما قدرت إنه أخلص المادة الوحدة بأسبوع حط أكتر من مادة ونمشي عليه إنه أمشي لحتى أخلصهم لأنه الواحد لما بدي يدرس مادة وحدة رح يمل منها نعم فمثلا بفدرة الصباح رياضيات الظهر إنجليزي المساء مادة خفيفة مثلا وطنية اجتماعيات هيك تماما لحتى يوصل تماما الفصل الثاني هلأ شو اللي اختلف بين الفصل الأول بدراسك مع الفصل الثاني؟ الفصل الأول كان دراسة لدروس كان أول شي إنه شي جديد عليك مثل استكشاف يعني؟ تماما إنه بدك ترجع تبلش مثلا بالشهر بالفصل الثاني بنبلش بقى مراجعة دروسة اللي مو خلصينا نرجع نعيدها الشغلات نقاط الضعف نحنا وين من خربت خربتنا بالفصل الأول برأيك الطالب هون قادر يكشف هو نقاط ضعف بالفصل الثاني؟ أكيد بالفصل الثاني لأنه كل شي بيكون أغلاط بالفصل الأول في إنه يتجاوزها إن كان بالمدرسة أو إن كان بدروس العادية يعني بالفصل الثاني خلص بيوصل إنه هو بيعرف وين أغلاطه وصار قادر يقيم نفسه يعني ايه تمام حتى هيك مع أساد تمام حكيلي هلأ كيف أنت استفدت من الامتحان النصفة بهاي التجربة واستفدت منها بالامتحان الأخير ووظفتي هاي الاستفادي أو الفائدة لتكوني فعلا يعني بروفيشينال بالامتحان هلأ كل الأغلاط اللي صارت معي صرت أتدرب عليها الشغلات اللي حس إنه هي صعبة وما مع معرفة بشكل إذا بدك ساعي مو بس يومي إنه كان مثلا عندي ضعف بمادة الإنكليزي فورا إنه قويت حالي فيها كل يوم اشتغل حل نمازج ترجمة خلاص إنه وصلت لمرحلة إنه أنا قادرة ترجم أي كلمة قادرة حل أي شيء من كتر محلات يعني أهم الشيء إنه مو بس تدرس الدرس يلا أنا حافظه لا بدك ترجع تعيد وتضل تعيد لحتى توصل إنه أنا خلاص قادر حل أي شيء حلو هذا الفكر بينتسى بينتسى يعني الحل بينتسى أنت واصلة مستوى من الإدراك كتير يعني عالي هذا ما إجا من فراغ من وين أخدتي فكرة عن صف التاسع من وين أخدتي الفكرة عن الدراسي بهذا الشكل هذا ما سألت أي حدا أنت اكتشفت ليك تسبت ليك أنا لأ أنا من عندي من جواتي إنه أنا خلاص ماشي على خطة بدي أكملها لأنه أنا ما بحب أمشي على حدا إنه الحدا تفكيره غير تفكير صح أنت بتدعت الطريقة اللي بتناسب تفكيري تماما يعني هو مثلا فيه بالقدرات العقلية أنه أنت شاطر برياضيات يمكن أنا ما تكون شاطرة فيه شاطرة بالعربي يمكن أنت تكون شاطرة فيه أو هو عنده قدر يدرس عشر ساعات تماما يعني أنا بدرس ساعتين بركز فيهم غير لما محب يدرس عشر ساعات ليوصل للتفكير يلي أنا عم فكره مع أنت حلو الواحد يدرس هو مرتاح نفسيا تماما وهي الراحة النفسية كمان بتحفزه لأنه يركز المعلومات بصورة أكبر وبتعلق بمخه يعني مثلا اللي عم يدرس بدون تركيز رح ينسى يمكن يروح لإمتحان أنا فايق بكير وهيك مراجعهم كيف مكان رح يفوت يتلبك ينسى أما لما بيكون الواحد دارس ومركز وتعبان على حاله عم يعيد ما بده ما بيخاف عليه أكتر معدك أو مواد كنت تحبية رياضيات الرياضيات وأكتر مواد كنت تحسية نوعا ما يعني ملا حقول صعبة مكروها ولا مكروها خلي نقول أقل إنجزاب لإله صع عربي العربي ومع هيك يعني كانت عنستك هي الأقرب لأليك وذكرت فكيف كنت بالنسبة للمواد اللي بتحسية أنه بشكل عام بتحبية كيف كنت تستثمري هذا الحب وشو سر هذا الحب لهاي المواد هلأ ما بعرف برياضيات أنا هيك كنت انجزب له لأنه ما بدي أحفظ أنا ما بحب شيء أستاذ إلودور أي أكيد أكيد إلودور اللي بحب المادي ما بحب أستاذك تماما هو اللي ما بيبلش يحب المادي بيكون أول شيء حابب أستاذه أي يعني هلأ أنت جاعدتيني بتجرد يعني كمحتوى علمي هي كانت الرياضيات تماما أنت عقلك علمي وتفكيرك علمي معنا أي أنا هيك بحب يعني أنا لما بحل الرياضيات بستمتع بالحل حل وخصوصا مسألة الهندس يبدأ تفكير هاي إنه شغلة عظيمة عندي يعني مثل رياضة ذهنية كانت مؤكدر من هيك أي يعني ما كنت حسة أنه مادة صعبة أو مادة مجبورة علي يعني هيك بستمتع بالحسة الدرستي طيب لينا شو أفضل عبارات التحفيز والتشجيع اللي كانوا يقولولك إياها الأسات زي واللي هي رح تظل على الآن بذاكرتك وزهنية أنت قادرة تعملي إياش أنت درستي وتعبتي الله ما رح يضيض عليك تعبك يعني أنت بتوصلي لأي شي بالدكية من هذا الشي اللي عم تعملي يعني أنا دائما أساتزتي كان يقولولي أنت قادرة تعملي أي شي بالدكية وإنتي على هذا الخط اللي ماشيتي له رح توصلي أي شي بالدكية طيب من كان يحملك مسؤولية الأساتزي وكلامهم وتشجيعهم ولا الأهل وكلامهم وتشجيعهم هلأ كلهم كانوا يدعموني وخاصة أهلي خاصة ماما يعني وبابا هنن أكبر دور يعني بس بصراحة أنا من جواتي هذا الدافع لازم يكون من جوات الشخص أنت كنت تحملي حالك المسؤولية أكثر نعم قول مثلا يلا هاي نصها رح أرتاح فيها ضمير يعذبني أنه لا ليش برجع بدرس برجع بعيد أنه ما عم قل لك ما في وقت للراحة لا في وقت للراحة بس أنا هيك كنت يعني بجو صغيري يكون شاطر ويدرس بس ما يكون عنده هذا الدافع معك والدتك سيدي نعمة ارتحته كتير لأنه هي عارفة بالضبط مبرمجة أمورها طبعا نحنا يعني منسمع كتير إخناقات بين الأم وابنا كان يقلوني لا هدي شوي من الناس نحنا أستاذة لا لا نحنا بالعكس نحنا بالعكس تماما نحنا أنا وأبوها كنا نقول إلا حطي الكتاب من إيدك وقعادي ارتاحي آآ فهي كلام يكن دائما إلا تركي الكتاب تركي الكتاب آآ حاج ارتاحي شوي مفروض ترتاحي ما بيصير واحد يدرس هيك حتى أبوها مرة قالها زعلت يعني بيضلح كلام الأب بزعل يمكن أكتر قال لي حترسى بيمي كتن معه تدرسي عصر منك قال لي حاج تدرسي بيصير لك شيء رحمي حالك قامت صارت هي يوم ما انت بكيت وقالت له بابا أنا عم بدرس لجيب 310 أنا ماني عم بدرس لحتى نجيب مجموعة عادة يعني في فرق بين التفوق والنجاح طبعا طبعا هي مننا الصراحة الدافع الأساسي مننا لأن هي ما كان ضيع ولا لحظة ونحنا كنا نقلها بالعكس العالم يعني ارتاحي مو درسي ارتاحي لازم ترتاح شواء التفكير الغريب هي لينا لأنه يعني يعني بظل عم تدرس تدرس كل ساعات طويلة بنهار كل بشيء ايجابي هذا وعنجد بحيكي أنا لهذا المستوى من الإدراك والوعي اللي انت واصل طيله وبناتي لأنه نحنا عم نشتغل أنه على البكالوريا لازم نجيب نفس الشي من هلأ انت معنات عنديك هدف عنديك هدف بعد ثلاث سنين كوني قاعدة هون أنا من لما كنت صغيري كان حلم يصير دكتورة فأنا من هلأ عم اشتغل لوصل هالشي ما عم اشتغل حتى أنه والله طب فرع عالي أو هيك أنا بحب هالشي يعني بحب امسكه الأدوات يعني أنت ما لك علاقة بنظرة المجتمع أبداً أبداً بالقيم الاجتماعية للفرع أبداً وإنما كمضمون وإنت عندك شغف بعالم الطب وعالم ال الواحد إنه هو شو بيحب يعني شو بيحب بيأبدع فيه مدرس بتكون سمعته كثيرة عالية لأنه هو بيحب مهنة التدريس مهندس بس أنا بحب مهنة الطب إنه أنا بحب صير دكتورة مع أنه أهلي بيقولولي صيري أي شي بدك يا أنت بتحبي بتأبدعي فيه بس أنا ما فيني أحب الطب تماماً الطالب اليوم شو مفروض عليه شو معناته المفروض يقوم فيه ليوصل لهذا المستوى اللي أنت يواصل طيله لينا من هذا الإدراك من هذا الرضا من القناعة والتصالح بيني وبين إمكانياتي كل واحد بيعرف مستوى بيعرف إذا هو ميوله للمواد العلمية للمواد الأدبية ما فيك تفرض على حدا أنه يفوت علمي هو بيحب مثلاً الأدبية صح ما رح ينجح يعني فات مثلاً لازم تفوت طب ليك العالم كلياته هذا الشيء مني بالتاسع ما فيك تقول علمي ولا أدبي صح يلي بتحبه لازم تشتغل عليه يلي صعب عليك أو بتحسه هيك أنه بده شغل شوي تقوي حالك فيه نعم بعدين بالعشر بدك تفوت أدبي ولا علمي ولازم تختار أنت على رغبتك أهلك ما رضوح حاول تقنعون يعني لأنه هاي بالأخير حياتك أنت يلي رح تتعب صح صحيح فيه شغل كتير اللي احنا بنحب نحكي فيها ونحكي عن أسرة لينا خاصة بالطلاب المتفوقين وهي عامل المنافسة تحكيني عن عامل المنافسة بالصف كنت تخافي من منافسات الزميلات لإليك كان في عندي وكم حدا كان تحسي بشكل خطورة لإليك طبنا نحكي عن منافسة إيجابية وبنفس الوقت كيف كنت تتعاملي مع الموضوع هلأ كان في رفقاتي إنه حس إنه هنا نشتر مني ليش؟ أنا رح أشتغل إنه صير مثله تمام؟ هلأ أنا كنت أشتر عندي مصطفوق كان فيه منافسة منيحة بيني وبين زميلتي كمان جابة 310 زميلتك بطول ايه تمام اللي استغفناها بحلقة سابقة نعم بزميلتي بطول نحنا كنا نشتغل على نفس الشي كانت علاماتنا على طول تامة أو الشبه يلي كان يرحلنا فيه هو اللي كان نشتغل عليه أكتر شي آخر شي وصلنا لمرحلة إنه نجيب 3100 من 3100 طيب بقيت رفقاتك بالصف حكيلي بهذا اليوم الحلو تصلوا فيك شو من النتيجة كلياتهم كانوا مبسوطين كيف شاركوك بهاي الفرحة؟ أنا أول شي إنه ما توقعت كل هاد كانوا معي بكل لحظة يعني حسيتوا كأنه هنن نجاحهم إلن كانت نتائجون كتير حلوة عملتهم حفلة تمام وكننا عملنا حفلة وعملنا حفلة كل وحدة كل يوم حفلة ببيت وحدة يعني كنا خلصولة لسه خلصو خلصو تمام إن شاء الله بكونوا كتار اي والله يعني كانوا معي عن جد عن جد كانوا رفقات يعني مثل إخوات أنه أنا ما توقعت أنه لها الدرجة نكون إيد وحدة كأنه نجاحي كان نجاحهم بهاي المواقف هو بتبين فعلا المحبة الحقيقية حرقيا نعم تماما هل يمكن الوقت لح يخلص معنا خليني ناخد منك رسالة أخيرة سيدة نعمة كمان أنت اليوم شريكة حقيقية بهذا التفوق والتمييز شو بتتوجهي بكلمة من والدة طالبة متميزة ومتفوقة لكل الأمهات السوريات بتوجهها برسالي لكل أم هلأ كل أم بالأول هي بتتمنى ابنه يكون أحسن منه يكون أحسن حدا بالعالم فقامني بابنك خلي إيدك بإيده اهتمي فيه حاولي تطلع أحسن ما عنده مشان تكون نتيجته مرضية لإلك ولألو حلو هذا الكلام تماما لينا معك دقيقة شو بتحب تتوجه فيها بختام الحلقة شو بتحب تحكي يعني اللي مين بتقولي شكرا شو بتحب تقدمي نصيحة المنبر مفتوح أمامي هلأ أول شي الشكر الأكبر لأهلي خصوصا ماما كانت الداعم كتير كتير إلي محرك نعم للتفوق مثلا أحيانا بدرس العلوم كنت إبكي إنه مصرحنا الدرس صحب كتير كيف بدي أحفظه تقلي لا روحي يلا إيدي بإيدك تشرح لي إياه أكتر من مرة فهي كانت كتير داعم إلي يعني شكرا لكل أسادستي اللي خلوني أوصل لهون ولكل طهل بتاسي السنة تشتغل على حالك لأنه قد ما قالوا لك العالم أنت مفيك ما فيك تعمل هالشي نشوف حالك أنت ما رح توصل للشي خليك متأكد أنه لو هنون ما بيعرفوا أنه أنت رح توصل لهالشي ما بيحكوك هالحكي يعني أنت قادر على أي شي خلي هالشي ببالك حلو هذا الكلام وهي الرسالة بالختام دي تشكرك الأستاذة نعمة سويدان حضرتك والدة الطالبة لينا شكرا لجهودك البزلتية ولمشاركتنا بحلقتنا اليوم وأنتي فعلا الشركة الحقيقي بهذا التفوق شكرا كثير إليك شكرا للتربوية شكرا إن شاء الله لكل الطلاب يحق وينبسطوا بالنجاح نفسه اللي نجحنا نحن طبعا أنت الأم المتفوقة بس بتضيف هذا اللقب بمسيرتك يعني الأسرية أم متفوقة فعلا أما ضيفتنا المميزة والمتفوقة لينا إبراهيم سقر كمان بدي إليك شكرا إليك في عندك مسؤولية كبيرة أنك تحافظ على هذا التفوق بالسنين القادمة وإن شاء الله ثلاثة سنين نستضيفك بالبكالوريا بالمتفوق أصعب من التفوق بذاته هذا لحال وبدو حديث كامل كبير نحكي إن شاء الله بدلا ما تكون الطالبة الأولى بشهادة التعليم الثانوي ومستضيفك مرة ثانية إن شاء الله بمتفوقين من مدرسة الشهيد وسيم جاموس من تربية دمشق شكرا لإليك مرة ثانية إذن مشاهدين إحنا لهم نكون وصلنا لنهاية حلتنا اليوم من برنامج المتفوقون نلتقي بحلقة جديدة بفرح جديد بمسيرة تميز وتفوق وإبداع في التحصيل العلمي إلى اللقاء موسيقى